السلام عليكم أنا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات تاريخ الجزائر المجيد إلى الدكتور دومير انتظرني في حلقات كثيرة سأخصصها لضحض كل طرهات التي أتيت بها عبر هذه المدة الطاولة التي أنت تنشر فيها حلقات حول تاريخ الجزائر وتشير أيضا إلى تاريخ المغرب نرى ليش شفتو هذا لا وجود تاريخ دولة اسمها جزائر معناه معنا شخصية جزائرية معناه معنا شبوية جزائرية جزائر اليوم ممكن شقول أنا جزائري لأنه ما كان شخصية جزائري ما كانش تاريخ جزائري إما أن تقول أنك مغيبي أو تركي أو فرنسي هذا هو الكلام التاريخي الي صحيح ولكن باش تقول أن الجزائر لا بانش في التاريخ هذولا جايبهم يكشبري جايبهم من الخارج به إنه أعطول الناس طورها أتحدى دومير وغيره من الجزائريين يودي قبل ما نكمل وانتفهموا السعر أنا وغيري من الجزائريين رأولي يتحدى أنا من المرور وكما نردوش عليه رأنا ندير بهم الميمز بارك بلك حتى أنت متفق معي أنه مستواه ما هو مستوى ليستاهل ترد عليه ولا وش رأيك فيه سيتناقشوا مع محمد دومير اللي هو جزائري وتيردو عليه بشكل غير مبني لأنه ما عندنا مش تخصص نتع التاريخ هم تعرفوا أنني تندير واحد المادة اللي فيها جهد ومبنية وكافية لرد على الدعاءات دومير هاد رد عليه مجموعة من المغاربة غير العارفين بالتاريخ فأساءوا لتاريخ المغرب وتبدوش يردو عليه بوحد طريقة اللي هي يا أخويك عدت أنت عارف بالتاريخ والدكتوراه في التاريخ الله يبارك وكاتب حدا اسمك مؤرخ نعطوك اليوم فرصة بسح كنتك ذبرا نردوك الابتدائي تفضل سي المؤرخ ومشكلتك مع الجزائر قولي الجزائر هي كيان وليد للاستعمار الاستعمار هو الذي أنتج الجزائر أنتج هذا الكيان خلقه لا وجود لشيء اسمه الجزائر إلا بعد صناعتها من طرف فرنسا سنة 1962 إذن هي صنيعة فرنسا أتحددوا مير وغيره من الجزائريين أن يأتيني بمصدر تاريخيين قبل 1962 يتحدثوا ويؤرخوا لشيء اسمه الدولة الجزائرية يا وش رح نديلك خيلا ما قريت شتانا وش رح نديلك طيب سهلة هذه خلي أولا لخصه تحديتاك أنت كمؤرخ تدعي أن لا وجودة لمصدر قبل 1962 يذكر الدولة الجزائرية وتدعي أنه اسم الجزائر أعطاته فرنسا لبلادنا شوف أنا نجاوبك ونعلمك مش مشكلة صاحبي ما أنك ترحت الإشكال تاعك بثقة كبيرة ووقاحة روما نحق نعلمك بالطريقة اللي تباهد لك وتكذب وتزور مستعد؟ يلا ننطلقوا من لا وجودة لدولة الجزائر أو اسم الجزائر قبل 1962 هذه رسالة السلطان تاعك عام 1828 يقول فيها فاعلم أن أهل الجزائر إخواننا ومن أخص أهل محبتين هذه تجي في بلاصتها حسبك أنت فاعلم أن أهل تركيا لا علينا هذه قلنا في 1828 وبعد سقوط الجزائر يعني في 1831 انقلبت الآية هذه رسالة الوزير تاعكم يحكي على احتلال الدولة وما حل بباي الجزائر وكأنه يستشفى فيه لكن اللي همنا أنه قال على باي الجزائر هو رجل سلب ملكه وذهبت دولته ها هو باي الجزائر عنده ملك ودولة وفي العام اللي بعده 1832 بعض الجزائرين هجموا على سفينة فرنسوية غنموها من العدو وهربوا بها للمروك لكن السلطان اكتب للعامل تاعه وقال له كان جور فرنسيس بهده سلاع المركب الذي غانمه أهل الجزائر سلمها له السلطان كوي يحكي على هالجزائر قبل 1962 أخويا راني مصدوم لأنه أنت مؤرخ الدكتورة في التاريخ وهذه رسالة السلطان واحد فيكم يكذب أما أنت ولا رسالة السلطان مزيد وبعدها بعامين درت معاهدة مع فرنسا لوقف القتال في المنطقة اللي بين الجزائر والمغرب ومنعت المقاومين الجزائريين من اللجوء إلى الأراضي المغربية والانطلاق منها لضرب مصالح فرنسا في الجزائر واعتبرت للمير عبد القادر خارجا عن الشريعة والقانون ومازال غير سمعني هذه الجريدة الرسمية التيعكم وهذا عدد 15 جنب في 1937 دير زوم وقرأ الأمة الجزائرية الكريمة هذه العبارة اللي اطبعتها في جريدتكم والسياق هذا اللي ذكرت فيه هو ممنوع للمغربة يقروا بلاغ مصالي الحاج رئيس الحزب الوطني الجزائري إلى الأمة الجزائرية الكريمة وهو عندما تكلم الشعب الجزائري هذا أيضا مؤلف منعتوه في المروق بقرار صادر في الجريدة الرسمية في 1937 وفي 1938 منعتوه الكتاب المسمى نشيد شباب المؤتمر الإسلامي الجزائري ومنعتوه مقال يحمل اسم العمل الجزائري وفي 1938 كانوا الطلبة على المروق يقروا في ثلاث بلايز في المغرب في فرنسا في الجزائر تقدر تقول لي واش تدير الجزائر هنا في الجريدة الرسمية التيعكم قبل 62 نزيدو هذا قرار وزيري في تعيين الساعات التي تفتح فيها مكاتب الدوانة الكائنة بالتراب الجزائري ببني ونيف وبشار هنا قبل 62 وراكم تقولوا بني ونيف وبشار كائنة بالتراب الجزائري وفيها مكاتب للديوانة وهنا حكيتوا على التعاون بين إدارتي الديوانة الجزائرية والمغربية والتعاون على مراقبة حدود الإيالتين يهي كان الجزائر بكي سيفريا نحكو على الجزائر وهي تحت الاستعمار وسح أنتم مقولتوش الديوانة الفرنساوية والمغربية هذه جريدك الرسمية هذه وثائقكم أنتم كنتوا تقولوا الديوانة الجزائرية والمغربية وفي الجريد الرسمية في 1926 كنتوا تقولوا الحدود الجزائرية والقطر الجزائري وبهن كونوا صالحين ما بعضانا هو العام اللي كنتوا تقبلوا فيه الهدايا الممنوحة للدولة الشريفة من جمعية الاتحاد الإسرائيلي يعني قبل ما تتشكل دولة الكيان كنتوا ديجاتوا كلوا في التبن على ذلك خايفين من النار هذا هو التحدي تاعك ما كانش للجزائر قبل 62 لكي أرفع التحدي أنا سأسرد عليك مجموعة من المصادر التي أرخت للدولة المغربية الشريفة منذ القديم المعجب في تلخيص أخبار المغرب وكيف تتشوفوا ورد فيه اسم المغرب المعجب في تلخيص أخبار المغرب إذن هاتسمية المغرب هي قديمة قدمة التاريخ شوفوا معي يا أخوتي كيف يكذبوا يزور قال لك هذا كتاب يحكي على المغرب يعني المروق بينما الكتاب يحكي على المغرب بسفته ضد المشرق يعني هذا الكتاب بالضبط نقره فيه ما يلي أما الحدود الجغرافية لهذا المغرب فتتسع وتنبسط حتى تشمل شبه جزيرة إيبيريا من جبل برانس إلى المحيط الأطلسي بما تضمه من دول ومدائن ثم على الشاطئ الأفريقي من مراكش إلى الجزائر إلى تونس إلى حدود مصر الغربي إذ كانت هذه المساحة الممبسطة في عرف كثير من المؤرخين القدماء هي المغرب وهنا يزيد يأكد أنه يحكي على المغرب الكبير ماشي المغرب الأقصى وطبيعي تلقى في مثل هذه المصادر القديمة تونس والجزائر نظير مراكش لأنه في حلقة سابقة كنا شفنا هذا الوصعي حتى اللي هنا هنا في المعاهدة مع بريطانيا في 1856 السلطان تعالى مراكش كان اسمه؟ كان اسمه سلطان مراكش وفيس وفي نفس المعاهدة اسمه سلطان مراكش وأصلا النهار اللي يمنح السلطان قطعة من أرضكم الإسبانيا بلا ما يشاوركم كان اسمه سلطان مراكش وهي المعاهدة الأصلية جبناها وهذه نسختها الحديثة أقرها معي إن أرض سبت المذكورة والمحدودة في الشرط الثالث يعطيها سلطان مراكش لسلطانة إسبانيا ولاش أعطاها؟ ليكون السلح دائما وأبدا وتثبت الصحبة بين الدولتين الله الله ويزيد يقول في الشرط الثالث إن سلطان مراكش ما اسمه؟ ليس سلطان مراكش سلطان مراكش المعاهدة واني خاطئ يعطي السلطانة إسبانيا الأرض المذكورة وتكون تحت حكمها وسلطتها بلو سلطان مراكش هذا يوجب عليها أنه يدفع السلطانة إسبانيا لأجل المصروف 20 مليون من دوره إسبانيول تأكدت وذرك بللي اسم بلادكم المغرب براه اسم جديد ولا نزيده هذي اتفاقية أخرى مع إسبانيول وفيها اسم البلاد مملكة سلطان مراكش والمواطن المروكي كان اسمه تاريخيا اسمه راعية مراكشية ومن بعده نعرفه أنكم درتوا دستورة 1908 نلقوه في المادة الأولى يطلق على جميع الأقطار المراكشية اسم الدولة المغربية الشريفة إذن في 1908 مراكش أصبحت المغرب وفي المادة 12 يطلق لقب مغربي على كل واحد من أبناء الدولة الشريفة سواء كان مسلم أو غير مسلم وهناك تسب المراكشيين لقب مغربي وهذا دستوركم أولاد يراني غير نقرب وقبل ما نختم وزيد أنت أفضح روحك بالسان إخي أنت مؤرخ مفروض رمقروك على المغرب الأوسط لحدود وعى النهر ملوية مجال المغرب الأوسط الذي يسمى اليوم بالجزائر انضلاقا من القرن السادس عشر هذا المغرب الأوسط أيوها سفيكين بلاد اسمها المغرب الأوسط والتي تسمى اليوم بالجزائر ألا تقول صناعة فرنسية وانت دكتور في التاريخ مؤرخ زيد حكينا واش تعرف على الجزائر قبل 62 أن الجزائر حصلت على الاستقلال بعد واحد الكفاح مسلاح وأنه توفى مليون منص من الجزائريين تلقى وابن يوسف بن خدام اللي هو كان فاعل رئيس هذه الاتفاقية دي الإيفيان تيقول وتيتحدث على السياق اللي حدث فيه الاستقلال من الجزائر وتيقول في كتاب نتاعه لأن فرنسا عندما احتلت الجزائر جعلت منها واحدة المستوطنة والحقابها بشكل مباشر بفرنسا هذا تسمى استعمار استيطاني واسمع مليون ديان بن يوسف بن خدام وهو رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية واسمع لكي يقول مليون ديان تيقول أن استقلال الجزائر بدون صحراء وأن تأجيل نقاش مسألا تع الصحراء مع فرنسا إلى ما بعد استقلال يشكل خطرا عن الدولة الجزائرية وطويل جدا مشوار ثورة التحرير التي قادها الشعب الجزائري من أجل الحصول على الاستقلال انتهى الجزائريين الليل أرى في المغرب ونرى كيف مغربة كانت يعاملهم قبل أن تأخذ الجزائر لاستقلال سنة ألف وتسانية واثنين وستين يا ولدي ما تهب الناش انتم مساعدتوا الجزائر وقت فرنسا خدرتنا محاضرة وقلت فيها الجزائر خلقتها فرنسا في اثنين وستين يعني أما انتم مساعدتوا فرنسا في محنتها ولا الجزائر كينها من بكري ولا كتحبوا تمنوا على مساعدة الثورة الجزائرية تقولوا كين جزائر وجزائريين ونحن ساعدناهم ومن بعد كتفضل هذه المحاضرة في العفاف تنكروا وجودهم ونرجعوا للتاريخ في 1830 فرنسا فشحتلت الجزائر شوف انت تعرف ان فرنسا في 1830 حتلت الجزائر خير وقل لي وين هي الحلقة اللي كذبت فيها لأنهم متنقضين ختاما نحن في الجزائر عارفينكم مليع ونعرف ماضيكم كما نعرف وحضركم ولكن اللي أجمل من هذا هو أنه حتى في المروق ورنسا معرفينكم مليع كي يحلف بالله يعبد سواه يركع ويبوس الخاتم هذا هو ابن دمه كي يحلف بالله يعبد سواه يركع ويبوس الخاتم هذا هو ابن دمه